مساء السعادة مساء البهجة مساء مصري جميل على حضراتكم لقاء جديد وحلقة جديدة من برنامجكم افتح باب قلبك النهاردة الحلقة مخصصة للاحتفال معاكم بعيد الشرطة المصرية 25 يناير و25 يناير يوم من ايام التاريخ لمصر يوم من الايام اللي المصريين كتبوا فيها تاريخ مهم ببطولاتهم وذمهم وتضحيتهم وأعمارهم وهذا اليوم له يعني روايات تاريخية كلنا عارفينها وحنقولها بس خلونا نبدأ مع بعض اننا نوجه التحية للشرطة المصرية وكل رجالها نقرأ الفتحة ونترحم على كل شهداء الشرطة أبطالنا اللي قدموا أعمارهم وحياتهم تمن غالي للاستقرار والتقدم والبناء والإنجاز وكل ما نعيشه في مصر مصر بلد الأبطال وتاريخها مليء بالبطولة 25 يناير 1951 هو اليوم اللي كتب فيه رجال الشرطة المصرية بطولتهم وهم يتصدوا للاحتلال البريطاني وقوموا وقدموا شهداء وجرحة لكنهم صمدوا وانتصروا وكان يوم من أيام تاريخ مصر من 30 يونيو وما بعدها المصريين بحضور السيد الرئيس عفتاح السيسي بيحتفلوا مع الشرطة المصرية بيوم عيدهم وكل هذا الاحتفالات دي بنشوف فيها تكريم للشهداء والمصابين وقصص البطولة التاريخية البعيدة والقريبة وبنشوف أسر الشهداء الأطفال والأمهات والآباء والأرامل عشان نفضل طول الوقت فاكرين فداحة التمن اللي مصر دفعته من عمر أولادها ومن بطولتهم قبل ما نستغرق في الحديث تفصيلا عن عيد الشرطة وبطولات الشرطة وتضحيات الشرطة خلونا نسمع كلمة السيد الرئيس في الاحتفال الأخير الذي أقيم احتفالا بالذكرى 71 لعيد الشرطة المصرية اتكلم ووجه التحية وقال إيه للشرطة المصرية ثم نرجع نكمل حوارنا بعد كلمة السيد الرئيس اسمحوا لي في البداية أن أتوجه لكم بأسمع عبارات التحية والتقدير كل عام وأنتم بخير اسمحوا لي كذلك أن أتقدم بتحية اعتزاز واحترام خاصة لأسر شهداء الشرطة فليوجد ما هو أغلى من تقديم أرواح الأبناء خداء للوطن وهو ما فعلته هذه الأسر عن طيب خاطر لا يبغون جزاء ولا شكورة إلا أن يكون وطنهم مرفوع الرأس شابخ القامة لا يخضع لمحتل ولا يقر أمام تحدي مهما بلغت صعوبته هذا اليوم رمزا ليس فقط لعيد الشرطة وتكريما لبطلات رجالها وتضحيتهم وإنما عنوانا لروح التحدي لدى الشعب المصري الذي خرج منه أبطال الشرطة ليقفوا في وجه المحتل الغاصب يوم الخامس والعشرين من يناير مولنين بالأفعال وليس بالأقوال أن الموتى من أجل الوطن أهوى من قبول الهزيمة والاستسلام لها شاء القدر أن يظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر عنوانا على قدرة المصرية على تحدي المستحيل ذاته والوقوف أمام المحن والشدائد كما الجبال لا تؤثر فيها رياح واستمرت هذه الروحة العظيمة تسري في وجدان شعبنا حتى اليوم في هذا الإطار تقوم هيئة الشرطة المدنية بجهود يعجز البيان عن حصرها وإيفائها حقها ويقدم أبناؤها تضحيات يقف أمامها وطننا ممتناً ومقدراً وشاكراً إن هذه الجهود والتضحيات التي تقدمها الشرطة تسهم بأشد ما يكون الإسهام في بناء وطننا وحماية أمن كل مواطن مصري يحيى على هذه الأرض الطاهرة 25 يناير عيد الشرطة المصرية ومصر بجد بلد الأبطال مصر قدمت وحتقدم أبطال طول عمرها منذ بداية التاريخ وحتى آخر الزمان أبطال ورجالة بيتقدموا الصفوف يقدموا حياتهم وعمرهم علشان يحافظوا على مصر وعلى المصريين السنين اللي فاتت كلنا عشنا كل الأحداث اللي قدمت فيها الشرطة المصرية دم أجمل وأنبل وأشجع أولادها في أحداث كثيرة السيد الرئيس وصفها في الاحتفال الأخير قال كان في محاولات من عشر سنين لكسر جهاز الشرطة والجيش والهدف كان ضياع مصر أيوة أصله من فترة من سنين كان فيه محاولة لاستعداء أو لخلق العداء بين المصريين وبين الشرطة مع أنه الشرطة هي أولاد المصريين وأبهات المصريين وإخوات المصريين بس أنا وأنا بفكر في عيد الشرطة المصرية قلت هي الشرطة بتعمل لنا إيه؟ الشرطة بتقدم لنا إيه؟ الشرطة هي لما نصرخ بصوت عالي ونقول الحقونا الحقونا نوقف على شط النيل ولا شط الترعة ولا معدية وغرق الشرطة هي اللي بتقدم الأمان اليومي وإحنا عشنا أيام صعبة الله لا يعيدها بس خلوني مش عايزة افتكرها ولا فكركم بيها لكن خلوني أقول لكم الشرطة هي اللي بتخلينا ننام في بيوتنا متطمينين إنه لا حيطلع علينا عصابات ولا حيضرب نار ولا الأحياء حتقتحم ولا حنقف لجان شعبية الشرطة هي اللي بتخلي حضرتك يا اللي بتتبعني بنتك بتروح الدرس وترجع بسلام ومرتك بتنزل السوق وترجع بسلام وابنك بينزل يقابل صحابه ويرجع بسلام الشرطة بتواجه الحرامية المجرمين كلمة كبيرة ملهاش تفصيل لا لا المجرمين من أول حرامية الغسيل لغاية تجار السموم والمخدرات لغاية الفسدة واللي بياخده رشاوي لغاية لغاية كل تفاصيل حياتنا اليومية البسيطة الشرطة تقدم فيها بطولة صغيرة أو كبيرة علشان إحنا نعيش في أمان إحنا نبني البلد إحنا نحلم بالمستقبل ونوصله أحكام المحاكم عشان تقبض على الحرامي عايز الشرطة وعشان جلسة المحكمة تنعقد والحرامي ما يجريش عايز الشرطة ولما القاضي يصدر حكم عايز الشرطة عشان تنفزه عايز الشرطة عشان تنظم المرور عايز الشرطة عشان تطبط الأسعار والأسواق عايز الشرطة عشان تأمن امتحانات السنوية العامة وتأمن الناس أيام الجائحة جزء مهم من حياتنا اليومية يمكن بعض الناس في سنوات سابقة خدعت وتصورت إننا نقدر نعيش من غير الشرطة فالناس تثبتت على الدقيرة وعربياتها تسرقت وعيالها تخاطفت وبيوتها اقتحمت وفجئنا والمحلات اتناهبت وولعت وفجئنا بواقع كريه الحمد لله يا رب ألف حمد وألف شكر ما عدناش بنشوفه تاني لأن الشرطة المصرية وقفة في كل موقع وكل مكان تؤدي عملها الشرطة المصرية السنين اللي فاتت زي ما قلت من شوية في داية الحلقة من بعد ثورة 30 يونيو تحتفل بعدها السنوي والسيد الرئيس عمفتاح السيسي يحضر الاحتفال وكبار المسؤولين في الدولة المصرية والحقيقة كان يوم بيبقى قاسي جدا على المصريين لأن السيد الرئيس بيكرم أسر الشهداء وبنلاقي الأمهات والأباء والأرامل والأطفال بيطلعوا يتسلموا التكريم وبتبقى لحظة وجع شديدة بس فعلا إذا كان الدم غالي فالأرض غالية الشباب رجال الشرطة المصرية قدموا هذه التضحيات بتفاصيل إحنا معنا ورق كتير نقدر نقعد نقول ونقول لكن خلونا قبل ما نقول شهداء الشرطة واستشهدوا وبعدين لقد قضينا على الإرهاب بنسمع كلمة السيد الرئيس اللي قالها في قضاء مصر على الإرهاب ونفتكر وإحنا بنسمع كلمة السيد الرئيس أن هذا الانتصار كان تمنوا عمر أجمل ولادنا من الجيش ومن الشرطة نسمع السيد الرئيس ونرجع نكمل كلامنا طب أنا حقول لكم على حاجة كل اللقاء قال لي ثلاثة أربعة مردة أتكلم على أن موضوع الإرهاب الحمد لله نحن نجحنا بنسبة كبيرة جدا أن ننخلصه وفي احتفالية نحن نعملها ليس هنا في مصر نعملها في العريش ورفع والشيف زويد فدولة الرئيس لما راح هناك كان أول مرة تنزل من سبع سنين أولا ثمان سنين طيارة بالوزراء وبدولة الرئيس مش كده أول مرة ننزل طيارة في العريش في مطار العريش بعد ثمان سنين مش قادرين نعمل ده طيب أنا هروح نعمل الاحتفالية دي والعريش زماهية ورفع زماهية لا لازم نأكد قدرة الدولة المصرية على أن هي مفيش أرض فيك يا مصر حد يقدر أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى ياخدها مننا أو يسيطر عليها محدش يقدر محدش يقدر طب آه طب التمن كان كبير طبعا مش فلوس مش أموال لا ده دم ومصابين وشهدة راحوا عند ربنا سبحانه وتعالى ونتمنى لهم أنهما ربنا جمعنا بهم بسلام وأمان في يوم عظيم في يوم القيامة بقول ده اتفع تمن من شعب مصر كله سيد الرئيس في هذه الاحتفالية قال مش عايزين ننسى الحالة اللي قعدنا فيها سنين اللي لو كانوا قدروا علينا كانوا دبحونا والفضل في النجاة لتضحيات الأبطال اللي ضحوا بروحهم وأجزاء من جسدهم من أجل استقرار هذا الوطن وإن المقابل اللي يستحقوا الشهداء أن تمضي الدولة في طريق التقدم والاستقرار في السنين اللي فاتت عرفنا شهداء كثر للشرطة والجيش بما أننا بنتكلم عن عيد الشرطة أنا بأرجو بأحلم أن كل عائلة مصرية تعرفوا لدها عن بطولات شهداء الشرطة والجيش لازم تعرفوا أن شادي مجدي استشهد في اللحظات الأولى لفض البقرة الإرهابية في ربعة وإنه اللواء نبيل فراج استشهد في تطهير سيناع في تطهير كرداسة بعد اللي حصل في أحداث كرداسة قبلها وإنه محمد المبروك الشاهد الرئيسي في قضايا التخابر قتل تحت استشهد تحت منزله وإنه محمد أبو شقرة استشهد قبل 30 يونيا في سينا وإنه إسلام مشهور استشهد في جريمة ألواحات الإرهابية مهمة قوي إنكم تعرفوا أولادكم الدين والجميل اللي لكل شهداء الوطن فرقبتنا نفضل فكرينهم عمر القاضي وصد حضراتكم إسلام مشهور افتكروا الشباب والبطولات دي وحفزوها لولادكم على فكرة ولادكم هيحسوا بالغيرة الوطنية إن كان دول أبطال إحنا مش أقل منهم وإن كان دول دفعوا عن البلد إحنا هنعمل زيهم ونقتدي بيهم الوطنية مش أغاني وكلام بالذات في بلد فعلا بتطلع أبطال عبر تاريخها طول الزمن الوطنية وزرع الانتماء الوطني إن الأطفال الصغيرة تشوف الناس اللي قدمت عمرها للبلد وإننا فكرينهم وفكرين أسرهم وفكرين أولادهم وفكرين بطولتهم وعمرنا ما حننساهم ده اللي يحافظ على البلد واللي حافظ عليها واللي هيحافظ عليها لآخر الزمان نطلع فاصل ونرجع نستقبل دفعتنا الأستاذة الدكتورة إيمان عامر أستاذة التاريخ المعاصر نحتفل معاها ونتكلم معاها عن عيد الشرطة المصرية بعد الفاصل عيد الشرطة الحادي والسبعون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عيد الشرطة الحادي والسبعون 25 يناير عيد الشرطة المصرية نحتفل بهذا اليوم واحنا بنوجه التحية والمحبة والفخر والتقدير لرجال الشرطة المصرية ولبطولة الشرطة المصرية اللي كتبت هذا التاريخ ليبقى خالد في وجدان المصريين وفي كتاب فخر مصر اسمحولي نستقبل ضفتنا على الأستاذة الدكتورة إيمان عامر أستاذ التاريخ المعاصر ومدير مركز الدراسات التاريخية بجامعة القاهرة تحتفل معانا بهذا اليوم دكتورة إيمان حضرتك نورتينا أهلا وسهلا كل سنة وحدك طيبة والجمهور كله خير كل سنة وكل مصريين بخير دكتورة إيمان لما نيجي نتكلم عن بطولات الشرطة المصرية نبدأ من 25 يناير 52 حادث الإسماعيلية ولا حضرتك عندك بدايات أسبق طبعا فيه إرهاصات للحادث نفسه من قبلها لأنه الحقيقة كان فيه مطالبة من الحركة الوطنية بإلغاء معاهدة 36 أي فور انتهاء الحرب التانية والحال المعاهدة دي شأنها شأن كل المعاهدات اللي قام بها الاستعمار سواء الإنجليزي أو الفرنسي في المنطقة العربية لتأمين الأرض في حالة حدوث حرب وفعلا من 36 بعدها 39 دلعت الحرب عندما انتهت أصبح هناك مطالبة بإلغاء المعاهدة استجابت حكومة الوفد المطلب الوطني وفي أكتوبر 51 أعلن مصطفى أن حاس إلغاء المعاهدة أمام مجلس أنواع وفقا لمقتضيات المعاهدة كان تم انسحاب قوات البريطانية كلها من السكنات حتى كان فيه سكنات في أصر النين ما كان جامعة الدول العربية مقر جامعة الدول العربية اتنقلت كلها لمنطقة القناة قبيل إعلان انتهاء المعاهدة وبعد الانتهاء حدث مدف مصري قوي ضد الوجود البريطاني هناك فأصبح هناك منطقة على صفيح ساخن في مده القناة بالنضال الوطني بالنضال الوطني يسندوا البوليس المصري كان فيه فدائيين فدائيين ويسندهم البوليس المصري فعلا أيوة فيه جملة معارك حدثت الحالة عايزة أقول لك حداك حاجة منطقة القناة دي لها بعد كده يعني تاريخي هنقول إن الحد الوقت في التراث في مدن القناة بيحتفلوا احتفالات شعبية أقول لك عروسة الليمبي أيوة الليمبي دي اللي بيحرقوها اللي بيحرقوها شمد نسين الحال الليمبي دي أصلا تحريف لإسم الجنرال آلينبي آلينبي ده كان رئيس قوات الحلفاء في الحرب العالمية وكان بيدخل ومن وراءه باقي قوات في المدن العربية من كثرة يعني قوته عندما ادلعت ثورة 19 آآ قاتوا بالليمبي لكي يخمت الثورة ويتصبح هو الماسئول او المندوب السامي البريطاني في مصر فمسألة الاحتفال وحرق العروسة ويعني آآ لاحقا بعد الثورة 52 والعدوان السلاسي هنشوف من طولات هذا الشعب فعلاً قوي جداً دكتورة حضرتك قلتي أنه الشرطة المصرية كانت تدعم النضال الوطني وأعمال الفدائيين لما الجيش البريطاني تمترس في منطقة القناة حسنا إيه بقى اللي حصل تحديدا يوم 25 يناير 51 ليه اعتبرنا أن هذا اليوم يعني بععيد للشرطة باعتباره يوم مثلا بشكل تصاعد للأحداث أو قمة الحدث او إيه اللي حصل في اليوم ده وليه اختاروا عيد للشرطة لأنه كان معركة فاصلة لكن قبل هذه المعركة الفاصلة كان شهر ديسمبر كله من 51 لبدايات يناير 52 جملة أعمال فدائية قوية جدا وتسلط من السلطات البريطانية بشكل غريب يعني مش هنقول حتى الإسمالية فقط يعني في السويس كان في حوادث حي الأربعين على خط القناة الحقيقة إنهم يعني يقوموا بمحاصرة للبلوكات الأمنية حتى إنهم يعني عندهم قناعة بإنهم بيحموا الفدائيين وكان فيه فعلا يوزباشي نظير دميان استطاع إنه يعني يقتل قائد فرقة بريطانية على مدخل المدينة أي وهربوه لدرجة إنه هو قتلوا الميجور روز ده يمد بسالة قرابة لأسر الملكة البريطانية فرصدوا مكافأة ألف جنيه ألف جنيه دي ساعتها دي كانت شبيرة جدا فقاموا الفدائيين والبوليس بتهريبوا ببارجة من أبو الفؤات لحد ما وصلوا أبو إيرف إسكندرية لاحقا كان فيه حدث موفزع جدا جدا لحد الوقت محفور في ذاكرة أهل المنطقة هو يعني الاعتداء على كفر أحمد عبدو وإزالتها من الوجود بواسطة الجيش بجيش الاحتلال البريطاني طلب من مصطفى متولي عندما تولى قيادة المنطقة السويس الطلب منه أنه يعني يذهب إلى قيادة البريطانية لأخذ الأوامر فرفض فإذا إسراره وكبرياءه الحقيقة حد من الدباط الإنجليز لعب دور وساطة أنه طب نتقابل على بنزينة شلة على ملتخل المدينة ونشوف أنتوا عايزين إيه قالوا له إحنا عايزين إخلاء الكفر أحمد عبدو تماما علشان هنشؤ طريق يوصل مواقع الجيش البريطاني بمحطة المياه طبعا ده كان سبب واهي وظاهري لأن هم كانوا عايزين يشيروا الحي لأنه فعلا كان بيقوي عدد كبير بقرة ندال وطني صح التعبير وزارة الدخلية رفضت تماما التهديد وقامت قوات البوليس المصري بحماية المدينة والحي فبعدها بأربع أيام تمركزت السفن البريطانية وضربوا الحي بالمدافع وأزلوا تماما 156 بيت وحوالي ألف ساكن 25 يناير 52 طب اسمحيني أسلاح قصة يعني رغم أن كلنا عرفناها واسمعناها لكن هي أكيد مليئة بالتفاصيل فكرة أنه الإسم وكل الزباط يصمدوا ويقاوموا ويقتلوا ويرفعوا سلاحهم يعني هذا حدث عظيم في وجدان المصريين أكيد فإيه يا دكتور حكي لنا حكي لنا اللي مش عارفينه لا أكيد أنتوا عارفينه برضو وسحنا بنحب إيه لنا يعني نزيد من الاستماع إلى حكي لنا دايما يفضلوا في تاريخهم صحيح صحيح هو بس أنا محتاجة أتكلم عن التالي الكبير التالي الكبير فيها أسامي زي عبد الكريم درويش الحقيقة كان زابط الاتصال في مطقة التالي الكبير وعرف أن فيه قوة عسكرية جاية على القطار من الإسماعيلية لمهاجمة الفدائيين فهو اللي بلغهم يعني ده قمة الاندماج الكبير هنا زباط الشرطة هم نفسهم فدائيين بالزبط كده هم مرسوا الفدائية ومقاومة الاحتلال زي المدنيين ودعموهم وشاركوا معاهم في القتال في التالي الكبير وشاركوا معاهم ويذكر العبد الكريم درويش الحقيقة أنه هو اللي قام بتجنيد العمال المصريين أنهم يخرجوا من المعسكر الانجليزي في 24 ساعة بعد إعلان انتهاء السيد الرئيس عفتاح السيسي في الاحتفال من الوقت كرم الدكتورة ليلة تكلة زوجة أكيد أكيد والحية تشكر الدولة على أنها تقوم بتكريم ذكرى هؤلاء بس وقتها كمان هو كان على اتصال بدباط في الجيش سمعنا أسميهم لاحقا يعني أنهم من الدباط الأحرار وجيه أبازة وكمان رفعت في أنهم كانوا بيشتركوا في أعمال ضد المعسكر الانجليز في هذه المنطقة 25 يناير عارفة أن حضرتك مستعجلة عليك لا مش مستعجلة حسنا أنا عارفة أنه تاريخنا الوطني متشعب جدا أو أن كل التفاصيل بتسلم لبعضها أكيد والواحد يعني لما بيبتدي حد متخصص زي حضرتك كده يتكلم في التاريخ إحنا المصريين عموما يحبوا الحكايات أكيد أكيد فأنا هخط إيدي على خدي وخدس البرنامج خدس البرنامج وركز مع حضرتك لا أنا بس هقول لحضرتك أن يوم 19 يناير دي كانت البداية الانفجار أنهم حد من الفدائيين جاب عربيت فكهة وقف عند هويس الجمرك وافتعل خناقة ومشكلة عشان العساكة الإنجليزية يجمعوا وبعد ما تجمعوا المصريين ينفضوا وهو يشغل اللغم اللي موجود في حاصل انفجار فاحتلت القوات البريطانية المدينة شوارع المدينة في الإسماعيلية وأخلوا مباني وشؤة واحتلوها وطبعا اعتقلوا عدد كبير من الشباب يوم 25 يناير كانوا بقى مبيتين النية أنهم يعني يتخلصوا من البوليس المصري في المنطقة عشان يعني ينفردوا بالفدائيين يستأسروا بالفدائيين وعشان أدركوا غالبا كان عندهم معلومات إن فيه تعاون ودعم وطني للفدائيين أكيد الحياة يعني الجنود المصريين لما دخلوا مبنى محافظة الإسماعيلية صباحا فجأوا بإنزار وقائد الفرقة أكس هام بيقولهم إن لابد من إخلاق المبنى من الجنود المصريين البوليسيين في خمس دقائق وإلا هيداهم المبنى فرد عليه رائد القوى المصريين مصطفى رفعد وقال له إحنا نرفض هذا التهديد أنتوا اللي تغدروا المبنى لأن دي أرض مصريين وليس أتأرضوكم وأصر على موقره فحصل نوع من الحصار وكلما طلبوا منه التسليم يقول أننا لن نترك المبنى إلا على جثثنا وده ما حدث الحياة لاحقا يعني شوفي حضرتك بقى في وقت حصار المبنى المدين كانوا بعملوا إيه؟ بيحاولوا بقى من وراء يلفوا جيبوا لهم أكلوا وشربوا وممكن اللي يقدر يجيب أسلحة طبعا التسليح الإنجليزي كان على مستوى عالي قوي والمصري على منادق قديمة التراز يعني مسألك الصعبة لكن التفاعل بين المدنيين وبين البوديس كان رائع على المغرب كانوا حصروا اسم النقطة اسمها لها الحياة وبدأت ضرب في أقل من ساعتين كان خلاص آخر طلق عند المصريين وخرجوا سلموا بعد 50 أتيل وتمانين أو شهيد وتمانين مصاب وخرجوا عايز أقول لحضرتك أن رد فعل الجانب الإنجليزي يعني هو تكرر في التاريخ على فكرة بس برضو كان رائع يعني أن عارس كون قال لقائد الاتصال وطبعا كان من أول غرفة السويتش وطالع كله استوشهده يعني فقال له مصطفى رفعت قال له الحقيقة أن المصريين أو الدباط المصريين قتلوا ببسالة وانهزموا ببسالة واستسليموا ببسالة ويجب أن احنا نقدرهم تذكر الأدبيات حتى من عندهم هما أنهم الجانب الإنجليزي أدى التحية العسكرية للدباط وهم خارجين من المبنح وأدوا التحية للجثامين المصريين الشهداء فدي الحقيقة يعني أنا بعتبرها أنه واضح أنهم شافوا عقيدة قوية جدا في نفوس هؤلاء عشان يقدروهم طبعا دي حالة ممكن تحصل من وقت للتاني يعني هو على آية حال يعني إشادة المحتل بالمقاوم المنطفد يعني ما تلزمناش أوه إنما على آية حال لا هي لها دلالة آه هي دلالة لها دلالة لكن إحنا عندنا دلالتنا أكبر أنا بسمح حضرتك عن تضافر المدنيين مع رجال الشرطة وإزاي في وقت الحصار والمقاومة كانوا بيقدموا كل اللي يقدروا عليه وتاني يوم استكملوا وتاني يوم يعني المظاهرات كانت خارجة مدنيين وطلاب وضباط بوليس الحقيقة أن تاني يوم يعني مش تاني يوم اتنين الصبح يوم 26 كان فيه أربع طيارات تابعين للخطوط الجوية البريطانية نزلوا ومعهم إنجليز يعني فالضباط البوليس اللي موجودين في المطار مع المدنيين مع الموظفين لإدارين كلهم رفضوا أن الناس تنزل من الطائرات وقالوا كيف حصل إمبارا فإحنا مش هنستقبل جدل لو لا تدخل وزارة الداخلية إن يعني ومش هدين يدون وقود كمان اتعاملوا بحكمة في الموضوع لأنه هيعمل رد فاعل دولي عنيف هيعمل رد فاعل دولي عنيف لازم نطلع فاصل يا دكتورة بس تاني هقول ما حدث فيه التاريخ القريب فيه التدافر بين مدنيين الإسماعيلية وشرطة الإسماعيلية وما حدث في التل الكبير وضباط الجيش بيفكرني جدا بالشعار اللي كنا بنقوله وإحنا وقفين فيه شوارع مصر أيام 30 يونيا جيش وشرطة وشعب إيد واحدة واضح إنه جيش وشرطة وشعب إيد واحدة هذه هذا هو التاريخ وهذا هو الحاضر وسيظل تدافر المصريين دايما لمقاومة المحتل وكسر الإرادة والدفاع عن الوطن دكتورة إيمان هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا عن عيد الشرطة المصرية 25 يناير عيد الشرطة الحادي والسبعون ترجمة نانسي قنقر 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 كمسة وعشرين يناير عيد الشرطة المصرية حوار بنحتفل من خلاله مع الدكتورة إيمان عامر أستاذ التاريخ المعاصر عن هذا اليوم وذكرياته وإحنا شعب نقدر حكايات البطولة الوطنية دكتورة إيمان متحف الشرطة في قلعة صلاح الدين؟ مضبوط في قلعة صلاح الدين تنسح الناس تروح هذا المتحف وتشوفه وتشوف إيه؟ المتحف الحقيقة هو تم تجديده أكثر من مرة وموجود فيه مقتنيات الشرطة عبر تاريخ مصر الحديث والمعاصر على الأقل أيضاً فيه صور لبطولات الشرطة فيه صور لرايا سكينة لأن دول كانوا مسمعين جنة أول أشهر الجرائم أشهر الجرائم فعلاً واثنين ستات كانت مهمة فيه صور مثلاً لعمليات التزوير والألات التي تستخدم لتزوير النقود وغير ذلك الحاجات اللي بيزبطوها في الأضايا يعني فيه صور معركة الإسماعيلية نفسها دي يعني رائعة لا تم تجديده الحقيقة وأصبح بمستوى عالي جداً جداً والمفترض أن المدارس تخرج الولاد يروحوا زيارات للمتاحف المصرية سواء الشرطة أو الجيش أو بس إحنا كنا في أزمة السنين اللي فاتت لكن أعتقد أنه يعني طب لغاية المدارس ما اتطلع أطفالها يروحوا المتاحف الوطنية متحف الجيش متحف الشرطة ومتاحف الحضارة المصرية لغاية ما دا يحصل إن شاء الله وأكيد هيحصل أنا بادعو كل الأسر اللي بيتابعونا أنهم ياخذوا أولادهم وأحفادهم على فكرة وفيه استجابة أصلاً يعني لأن أنا عضو في مجلس القومي التنسيق الحضاري فهنا المقر موجود هناك فكتير أروح ألاقي أسر كاملة وناس كتير وأطفال وشباب لا فيه ناس بتزور أكسوصاً المسأل بيقول التعليم في الصغر كان نقش على الحجر لهم ناخد الأطفال ونوريهم هزير بطولات للناس اللي قدمت حياتها وعمرها للوطن بنعلمهم إيه بنعلمهم تاريخهم صح لأن طبعاً إحنا دلوقتي في حرب ميديا ممكن تأثر على الأجيال مقشود منها إيه حرب الميديا دي يا دكتور يعني بالمناسبة بالمناسبة أن بيتم تمرير معلومات مغلوطة عشان نقلل من إنجازاتنا ومن تاريخنا ونبتدي نعمل تشويش للولاد والشباب يعني حتى في انتصارات مهمة جداً في حياتنا بيشويهوا فيها فيه تشويه متعمد للتاريخ المصري أكيد أكيد حضرتك أكاديمية طبعاً وإحنا بنقومه على فكرة من خلال محاضرات الثقافة الجمهرية ومراكز الشباب لا فيه محاولات إحنا بنحاول نصدي فيه مثلاً أنا لقيت في المناهج الدراسية حتى في كتاب اللغة العربية لماذا قريت أن أصبح شرطياً يعني دي جميلة دي كده معبرة يعني أحابي لقوله لأولاد ليه هتبقوا أو ليه عايزين تكونوا أو الشرطي بيعمل إيه ده يأثر في الأطفال أكتر ولا لو راحوا المتحف وشافوا بكتور أطفال طبعاً المتحف أكيد بس عايزة أقولها ديك حاجة حتى في الزاكرة الشعبية الاجتماعية عايزة أقولك اللي عايز يطلع دكتور والعايز يطلع مهندس ما بيرحوش يجيبوا اللبس من وسط البلد أو العتب نلاقي دايماً بدلة الضابط سواء بوليس أو جيش دي موجودة والولد يبقى طالب من بابا أنا عايز بدلة الضابط يعني هي وقرة في ذهننا أن برضو يعني مهمة الضابط دي حاجة جميلة ورائعة فإحنا عايزين نحتفل بها عشان كده بيحاولوا يشويهوا التاريخ والوعي عشان يضيعوا ده من الزاكرة الشعبية طبعاً طبعاً علشان أنتو وده اللي حصل الحقيقة يعني النوع من الشحن الشديد حتى لو فيه أداء يعني محتاج لتعديل لكن ما يبقاش فيه شحن ضد مؤسسات الدولة لأنه عندما تسقط مؤسسات الدولة الدولة نفسها تسقط السيد الرئيس قال كده في التفال هناك مؤسسات الدولة الدولة العميقة يعني إحنا بنقول الحمد لله إن إحنا دولة عميقة إن إحنا حفزنا على مؤسساتنا وإن الأزمة اللي اتعرضنا لها الحقيقة اتعرض لها من منطقة كلها كلنا في الهم شرق لكن يحسب للدولة المصري بس نحن ناجون أنها استطاعت فعلا أن تعبر الأزمة في وقت قياسي بالتمن الغال يا دكتورة ما هو كل الشهداء اللي إحنا عمليين نتكلم عنهم وكل الشابات أكيد وأنا أسمن جهود الدولة الحقيقة في الاحتفال بأسر الشهداء يعني دي الحقيقة الحقيقة أنا دايما بعتبر أنه دي وبرضه أحب أسمع رأي حبيباتك أن دي الدولة بتقوم بدورها والسيد الرئيس والداخلية جزارة الدفع كلهم بيقوموا بدورهم لكن أنا شايفة أنه على الشعب أيضا دور يعني جارتي أم شهيد أروح لها وفي عيد الأمة أروح لها وفي رمضان يعني أبقى متوعف يعني على المصريين ألا يعتبروا دي مهمة الدولة وبس رأيي كيف الكلام دي الحقيقة أعتقد أن المصري بيعملوا كتل بيعملوا كتل هقول لك ليه المصريين شعب اجتماعي بطبعه ومنفتح على بعضه يعني لما بيرفوا أن حد عنده حتى حد قتل في حدثة مش شهيد مش حاجة مهمة للدولة بيبقى فيه نوع من التأدير ونوع من يعني الطبطبة كده زي ما بنقول ده بيحصل وفي نفس الوقت أعتقد المصريين شافوا قد إيه الشرطة مهمة يعني بمجرد سقوط الشرطة في 2011 الناس بقتعمل جان شعبية وتقعد على أبواب الحارات وعلى أبواب الشوارع حقيقي كمية الأبواب الحديدية يعني فعلا فيه حالة من الخوف إحنا كتير لما نقول مثلا للولاد روح هات كذا أو أسرف الـ ATM يقولك هروح المكانة اللي جنب عشان جنبها حد قاعد بوليس حراسة حراسة يعني فقدنا الأمان وفقدنا التمارينا فشعرنا بقيمة الشرطة وكدنا نفقد الوطن الحقيقة بس الحمد لله ربنا معنا دكتورة حضرتك شاركتي في كتابة موسوعة الشرطة المصرية صح؟ آه مضبوط السيد الكاتب جمال غتاني قال يا جماعة الموسوعة دي لازم تطبع وتوزع في كل المكتبات عشان لازم المصريين يعرفوا الشرطة وبطولات الشرطة وأعمال الشرطة باختصار لأن وقتنا الأسف بيخلص حاضر أكي لما تقولي لي لأ هاتي الموسوعة دي وقريها حلاقي إيه؟ هتلاقي تاريخ الشرطة المصرية كله منذ مصر الفرعونية مصر القديمة آه من إيه يا دكتورة؟ مصر القديمة تعالي تقولي لي أن أيام مصر القديمة كان فيه شرطة؟ طبعا كان فيه شرطة وكان فيه جيش لعم كان فيه جيش لكن كان فيه شرطة كان فيه شرطة كان فيه شرطة طبعا مسألة الفصل بين الشرطة والجيش دي ما كانش موجودة في رواية المباكر لكن يعني كان فيه وحدات مثلا لحراسة المقابر المقابر دي من نسبة للقديمة الحضر القديمة كان شيء مهم جدا لحراسة المعابط تمام ولحراسة النهر أيوة لأن ده شريان الحياة بالنسبة لمصر القديمة طبعا كتاب الموتى الفقرات من 125 إلى 130 تتحدث عن الأعترافات الإنكارية اللي أهمها على الإطلاق أنا لم ألوث ماء النهر يعني في الموشوعة فيها الفرعنة هنلاقي تاريخ الشرطة من أول الفرعنة أيوة وهيكون فيه تطور مع الفتح العربي الإسلامي أيوة وما حدث وثم لاحقا في وقت الفاطمين وجوهر الزقلي ثم الدولة الأيوبية المماليك طبعا في المماليك بدأت الدنيا تتغير شوية فترة حكم المماليك في وقت وجود الحكم العثماني لم يكن هناك شرطة قومية بالمعنى المعروف كان أجاقات عثمانية أو اللي هما البشبوزق المرتزقة وبيتغيروا من وقت للتاني فكان فيه مشكلة عند المصرين يمكن حلوها من خلال المماليك متعودين هما يدفعوا عن المنطقة وعن الوطن لكن الشرطة الحقيقية وفي إطار قومي من وقت محمد علي زي ما عمل تخلص من البشبوزق أو حطهم على حدود البلاد وأنشأ لأول مرة جيش مصري قومي أنشأ الشرطة المصرية وأصبح هناك صاحب الشرطة الموجود في إقاهرة اللي هو يعادل الآن وزارة الداخلية المصريين بيحبوا الحكي يعني كلنا تربينا على حوادث جديد صحيح الموسوعة دي تشكل بالنسبة لوجدان المصريين الحكي اللي هم الحوادث اللي ما عرفوهاش ما سمعوهاش مش بالضرورة سمعوها أو لم يسمعوها هي الحقيقة نحن كنا محتاجين أن نقدم تاريخ الشرطة بشكل تقني وأكاديمي لأن كل اللي شارك في الموسوعة كان من الأكاديميين وأسامي كبيرة دكتورة بيدا عطاء الدكتور محمد عفيفي دكتور علي بركات الدكتور خالد غريب هي أسامي كبيرة الحقيقة شرفت بإني شاركت معاهم ولأن المكتبة المصرية كان يلقصها تسجيل تاريخ الشرطة هو يعني المشكلة اللي كانت في الموسوعة إنها تبعت بشكل تقني عالي جدا وغالي ومكلف جدا إحنا لأننا مؤلفين كل مننا منح نسخة كرتونة كبيرة كده وفيها خمس أجزاء منهم عايزين نسخة تتوزع في المدارس ومكتبات المدارس ما هو جيل مطالبة للأستاذ جمال الغطاني قالها وقتها قال إحنا محتاجين طبعة يعني اقتصادية علشان الكل يقراها وطالب أنها تتقدم حتى في مكتبة الأسرة وأنها تتوزع في مراكز الشباب أصلا دكتورة دا عمل من أعمال الأمن القومي لأنه أنا لما أعرف الأطفال والشباب عن تاريخ هذه المؤسسة الوطنية وإنجازتها وبطولتها وعن مقاومتها لاحتلال وعن دعمال دا شيء مهم يدعم فكرة القدوة أكيد أكيد وفيه موسوعة شارف فيها حد من زمايلي يعني الدكتور خلاف الميري في أكديمية الشرطة عن شهداء الشرطة أعتقد اللي أنا جبت لكم الغلاف قدمته تمام دكتورة بما أن حضرتك اتكلمتي أو إحنا خلاص وقتنا عوشك على الانتهاء لكن بما أننا بنتكلم عن شهداء الشرطة في العشرة 12 سنة اللي فاتوا عشنا الواقع الموجع المؤلم وإحنا بنشوف أجمل أولادنا وأشجع أولادنا وأنبل أولادنا بيستشدوا في معارك الدفاع عن الدولة وقومة الإرهاب ده بالنسبة لحضرتك التضحيات دي كانت جزء من التضحيات اللي موجودة عبر التاريخ يعني ده دور الشرطة من وجهة نظرك أو من إرايتك كباحثة متخصصة يعني طبعا هي الشرطة عبر التاريخ يعني بتشارك ولها ضحاياها يعني حتى فترة 67 والاستنزاف كان ضحايا الشرطة كسر فيه المؤسسات والمنشآت البترولية اللي بتتضرب طبعا فيه الشرطة مش فقط الشرطة اللي هي المعنية بالمواجهة والمجابها هناك الشرطة حتى فيه مجال العمل التخابوري والملاحقة الجواسي وهناك الشرطة النهرية والإنقاذ النهرية وهناك شرطة الدفاع المدني يعني باستمرار الشرطة يدفع الثمن أولا في الحراية في مواجهة المجرمين هو بيضحب نفسه أولا يعني دكتورة شهداء الشرطة من 2011 وإحنا لغاية النهاردة حضرتك تقولي أكاديمية الشرطة عملت موسوعة عنهم حضرتك شايفة إن ده كفاية ولا إحنا برضو محتاجين مع الأجيال الصغيرة مع الأطفال في المدارس أن نقدم هذه البطولات بطريقة زي ما بيقوله تبقى سند لمصر في مقارنة منهم هيعرفوه يمكن من بدايات المبكرة جدا للسينما من سنة 28 تعالى حضرتك كان أول فيلم تعمل عن الشرطة والشرطة بتعمل إيه كان أخرجه ستيفان روستي لما كان لسه بيخرج سنة 28 اسمه البحر بيتحك ليه ده غير الفيلم بتاع هذا الدواء فيه سمه القاتل ده ده حالة هذا الدواء فيه سمه القاتل حالة لأن حكم دار العاصمة من حكم دار العاصمة إلى أحمد الساكن في دير الملاج أحمد النحاسن ساكن في دير الملاج يعني إنه فعلا الحكم دار يفضل يطارد البنت ويطارد الصيدالية لحد ما يوصلوا عشان يمنعوا ده رائع وزي كلمة شرم وكلمة شرم دكتورة الكلام مع حضرتك أجمل من أن أقولك أن الوقت خلص للأسف الشديد أشكرك إحنا احتفلنا بعيد الشرطة بطريقتنا في إفتح باب قلبك سيد الرئيس قال الدراما وصنع البطولات ومصر ولادة بالأبطال إحنا فعلا بنتمنى مزيد من الأعمال الدرامية تبقى جزء من معركة الوعي للمصريين وتشكيل وعي الأطفال ودعم الوطنية المصرية ساعدت بلقائكم وشوفكم بكرة على خير دكتور إيمان حضرتك نورتيني شكرا لكل اللي تابعونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة